كيف نسترد الأموال المنهوبة؟ نتحدث عن واقع حال عندنا أموال منهوبة كيف نستردها؟ وهي بمليارات الدولارات أولاً أهلاً بك أستاذ حياة شربة قناتك ومتابعك الكرام البادئ الأمر اليوم هو مو فقط بالعراق أقوى أموال منهوبة هذا الموضوع بكل بلدان العالم طيب يعني تعرف مثلاً منه بمصر موجود بسوريا بها خيرات شعبها عايش تحت خط الفقر معدوم الشعب دعنا نفتح عن وضع بلدنا نعم فأنت أحشي هذا الموضوع بكل العالم لكن لا تبرر الفسر لا أقول لك هذا الموضوع سيظل مستمر على مر الزمن ليس فقط في هذه الفترة وحتى بالزمن السابق هم أموال كانت تسرق وبطرق أخرى نحن لم يكن هناك مثلاً ميديا لم يكن البلد مثل هستا متفتح حتى نعرف في بدء الأمر الأموال المسروقة موضوع استردادها مثل ما هستا نحن حالياً المحاكم تسترد الإرهابيين اللي مرتكين مثلاً جرائم تجلبهم من الخارج تجلبهم الآن من الخارج وتحاكمهم بالعراق وتحكم عليهم طيب تمام فهنا الأموال المسروقة اللي هي بمليارات الدولارات يعني يوجب على الحكومة نفس طرق استرداد الإرهابيين تسترد هؤلاء الأشخاص يعني ماكو أي مانع قانوني لدى الحكومة تعرف أكو طرق دبلوماسية أكو تعامل بالمثل بين البلدان فاليوم إذا أي دولة أجنبية أو دولة عربية عندها شخص هو سارق هذه أموالها والطالب من الحكومة العراقية بتسليمه طيب حكومتنا راح تقوم بتسليم هذا الشخص فيوجب على الحكومات الأخرى يعني هي مع البلدان الأخرى تسليم المتهمين للعراق عن جرائم المالية هو أكو حد طالب بهم؟ يعني هو يعني دولة طالبت بأنه يعني دولة طالبت بأنه يعني أكثر مرة شفت عليه كانت مجيرة مصرف طالبوا بالسردات لكن الحد الآن ما مسترد ليها في دولة عربية أو أجنبية؟ أنا اللي أذكرت شغلت بدولة عربية طيب يعني تعرفه مميز تمرون حتى بدولة معينة أكثر من دولة ومي يرجع وتعرف القانون يعني القوانين خاصة ما للدول الأجنبية طيب تمنع استرداد عن الجرائم السياسية يعني مثلا اللي عنده مثلا جريمة ساب الحكومة أو معادل الحكومة هاي بيها أنه منع يعني سؤال ممكن اليوم الفاسد اللي يسرق البلد ممكن أنه يروح لدولة أخرى ويطلب اللجوء السياسي ويحمى بهذا اللجوء السياسي شوف اللجوء السياسي يكون هو معادي للحكومة يعني جريمة هي جريمة سياسية يعني لا جريمة إرهابية لا جريمة عن قسيل أموال لا جريمة عن تضخم أموال كل هاي المواضيع تكون لا تكون هو معادي مثلا للنظام تمام؟ هذا الشخص ما يصر تسليم للعراق يعني ولا العراق إذا شخص به يعني متهم من دولة أجنبية عربية أو غير عربية موجود بداخل العراق ما يصر العراق يسلم هذا المتهم إذا كان سياسي فقط لكن إذا كان عن جريمة مالية عن جريمة إرهابية يصر تسليم ترجمة نانسي قنقر